الشخصية عايز أشارك مع حضراتكم بوست غني جدا قرأته على السوشيل ميديا ومش عارف هو بتعميم بالزبط هو كان فيرل كده بينتقل من الناس وبعضها فربنا يتقبل من صاحبه ومش عايز أنسيبه للشخص اللي أنا قرأته على صفحته إحسان يطلع مش بتاعه فربنا يجعل كل الكلام الجميل ده في ميزان حسناته بوست بيتكلم عن النظرة الكلية لحقيقة الدنيا والبوست عنوانه خلاصة الدنيا كلها في آية يقصد بالآية في خواتيم سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صاحب البوست بيقول مراحل حياتك كلها في آية واحدة اسمحوا لي أقرأ البوست وأعلق بعد كده اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وبيقول كده واللعب هو المرحلة الأولى ودي بداية حياة الطفل عايز يلعب طول الوقت يخبط برجله في السرير وينام ولهوا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوا واللهوا يكبر شوية ويبقى اللعبة مش كفاية تزيد شهوة جديدة وهي اللهو وهو أي شيء ممتع وغالبا مفيش منه فايدة عشر ساعات على التليفزيون واليوتيوب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوا وزينة بقى مراهق وبقى الشكل الجمالي أهم شيء مش مهم الساعة تكون شغالة بس مهم يكون شكلها شيك وجميل لازم اللبس بقى براند يقف في كل مراية عربية يشوف الشياكة المهم الزينة وزينة وتفاخر بينكم شوينغ أف هو كاتب كده يعني كبر شوية وبقى محتاج يفخر بإنجازاته شوفوا أنا الأول على الدفعة أنا من أفضل أربعين واحد في كذا شغال فأحسن إيه خريج جمعت إيه وكلها حاجات شكلها مبهر وفي حقيقتها ولا حكم وتكاثر في الأموال والأولاد كبر وبقى يقول شوفوا عندي عيال كتير وفلوس كتير وبقيت رئيس مؤسسة كذا وده كان الجزء الأول من الآية أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الجزء الثاني ربنا بيضرب لنا مثل يوضح مراحل تطور حياة الإنسان وحقيقة الحياة كمثل غيث أعجب الكفار نباته طبعا الكفار هنا يعني الزراع وسمي الزراع كفار في القرآن لأن يكفر يعني يخبي يخفي فكفر البذرة يعني خباها في الأرض عشان يزرعها كمثل غيث أعجب الكفار نباته يعني الحياة دي عاملة زي المطر اللي هو الغيث اللي لما ينزل على الأرض يطلع نبات أخضر صغير وجميل يفرح المزارع اللي هو هنا الكفار ثم يهيج يعني الزراع يكبر ويبقى زرع أخضر طويل والثمرة طلعة منورة وجهزة على الحصاد بقيت الآية حصل فيها تطور مفاجئ جدا يهيجه فتراه مصفرا يعني فجأة تلاقي الزراع الأخضر الجميل ده بقى أصفر الإنسان منغمس في اللعب والله والزينة والتفاخر بالأموال والأولاد وفجأة يلاقي كل المتع الخضراء دي بقى لونها أصفر وملهاش قيمة تقدم يعني ثم يكونوا حطاما كل ده بقى حطام الناس بتدوس عليه وقمته صفر هي دي حقيقة الحياة بتطور مراحلها وتحولها السريع وبعدين بيقول صاحب البوست والجزء الثالث من الآية بيلاقي الإنسان اليوم الآخر جهه أسرع ما هو متوقع وبقى فيه اختيارين بقيت لآية بتقول وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فيتساءل الإنسان طب مطلوب مني إيه فربنا يجيب الآية اللي بعدها ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله تعليق سريعاً أن البوست طويل بس الصراحة الحاجات الثرية الناس اللي بتكتب حاجة ليه هائمة على السوشال ميديا الواحد بيقدرها جداً لأن القيم على السوشال ميديا لازم تدور عليه ولما تلاقيه ساعات واحد بيلخص لك علوم وحد يفصل لك آية وين لأقوال أهل العلم حد يفتح لك أفكار جديدة فتبقى مفيدة مش مضيعة للوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إعلامه أنما الحياة الدنيا لعب ولهو اللعب للأطفال لما ينبسته زي ما ربنا قال كده في حق سيدنا يوسف أرسله معنا غداً يرتع ويلعب لأنه كان طفل أما اللهو وده الفرق ما بين اللعب واللهو اللهو هو لعب الكبار لما الإنسان الكبير يضيع وقت ويضيع فرائد ويضيع حاجات هي أهم من المسئوليات والواجبات اللي عليه يسمى لهو واللهو هنا ده من أكتر الحاجات اللي ربنا حذر فيها من الحياة شكراً وعاست انبسط وتلهو خلاص اللي عليك الأول عشان عمرك ما يضعش وتفاجأ يوم القيامة أن ميزان حسناتك خفيف بسبب كثرة اللهو اللي ضيع المسئوليات اللي عليك اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الزينة بتاعت الدنيا بالمناسبة الزينة حلال ما تخليش الزينة دي أنك أنت تجيب منها انتك ما تخليش جزمتك وشنطتك هي اللي تخلي الناس تحترمك اكسب احترام الناس من جدعنتك وطيبة قلبك ومساعدتك ومسندتك ورحمتك بالخلق وخلي الزينة دي شكل جمال يبسطك أنت بس ما يكونش تمن احترام الناس ليك اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد شكليت التفاخر أنها بتجيب حزن لو جيت تفاخر فاتغلبت التفاخر أن أنا أكلمك عن مقتنياتي وإنجازاتي حلو ساعات بيخلي الناس تبقى فاتحة بقها كده ياه ياه ما شاء الله فتاخد اللي بيسموه social strokes طبطبة الاجتماعية والإنبهار الاجتماعي بس بتتقلب لحصرة لو جيت أتفاخر لقيت نفسي عندي قليل قوي قدام حد قاعد أو أتفاخر قدام ناس ما تفرقش معاهم الدنيا فبقى سر قوتي ما لديش أي قيمة كإني بدور على الحب والإحترام والوضع وش دي السك بالإضافة لحاجة تانية أن البني أدم اللي بيتفاخر بحاجة بيعمل لها قيمة فلو ملقاش ليها قيمة بسبب أن اللي قدامه عنده أكتر بيحزن ويبدأ دايما مشغول بالمفقود عن فرحته بالموجود لأنه تفاخر ونزل على فشوش زي ما بيقول فإحنا لنا تفاخر بالمقتنيات المقتنيات دي فضل ربنا سبحانه وتعالى موجودة عندنا عشان تبقى وسيلة نرى أعرف عام الدوري في الدنيا هو دا حجمها بالزبط مش أكتر من كده كانت كتير بملايين أو قليلة بجنيهات في الآخر دا اختيار ربنا ورزق ربنا بعد تعبك وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وبعدين ربنا تكلم على تصارع انتهاء الحياة كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته والزراع شافوا النبات ثم يهيج الله جميلة أو الدنيا بالمقتنيات اللي فيها ريحة الطابلوس زيرو اللي في العربية الجديدة شكل الجزمة الحلوة شكل البيت اللي لسه مدهون ثم يهيجوا وبعدين فجأة فتراه مصفرا بهاء الأشياء الجميلة اللي احنا مفروض نستمتع بيها يروح بعد شوية فخليك بتحب الحاجات دي بس ما تصرفكش عن الحنية على الخلق ما تخليكش متكبع شوية حطان وشوية عربيات وشوية يعني تصرفات في الحياة أصلا هي من عطاء ربنا سبحانه وتعالى ثم يهيجوا فتراه مصفرا ياما ناس أغنياء وسعداء لأنه هم طيبين وياما ناس أغنياء هم مش سعداء في الحقيقة لأنه هم مش مرتحين لأنه هم مش طيبين كل ما تبقى طيب وجدع وبجد الشائيان على القرش الحلال كل ما ربنا يرديك بالأليل أو بالكتير فربنا بيقول كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيجوا فتراه مصفرا ثم يكونوا حطاما حاجة لما بتقدم الاتشيرتي يبقى غالي قوي قوي والواحد فرحان به وبيتنطط على الناس في الآخر بيبقى حتى تتمضخ بنضف به في الآخر بعدما يقدم كل من عليها أفام ثم يهيجوا فتراه مصفرا ثم يكونوا حطاما طبعا ملقي يا رب خلي عينك على الآخر وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروف متعة وربنا أقرر أنها متعة تخليش متعة الدنيا اللي قد كده تلهيك عن الآخرة اللي هي خير وأبقى استمتع هنا وهناك يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى سهو رضي عنك طبعا ما ليه بقى رب قال لك سابق الآلة بعدها إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عايز تسابق سابق في الدعم والمساعدة والعبادة والجدعانة والرحمة وطيبة القلب وتعليم العلم وعمارة الأرض وصلح الأخلاق ذل المفروض نتسابق فيه فلما نتسابق كلنا ندوء خير بعض ولما نروح عند ربنا كلنا نشفع لبعض بوست ثري ربنا يتقبل من صاحبه دايما أشوفكم مستورين ومنصورين وفي تمام الستر والعافية شكرا اشتركوا في القناة